بأكثر من أربعة أمثال قيمتها التي كانت مقدرة لها بيعت لوحة إيطالية كانت مفقودة لوقت طويل بـ 24 مليون يورو أي ما يعادل 26 مليون و600 ألف دولار أمريكي في دار أكتيون للمزادات شمال باريس وترجع اللوحة إلى أوائل عصر النهضة وقدرها إيركتوركا المتخصص في الفنانين القدامى في باريس بما يتراوح بين أربعة وستة ملايين يورو ولم تكشف دار المزادات عن هوية المشتري لكنها قالت إن متحفا أجنبيا كان من بين المزايدين وكانت اللوحة الصغيرة التي يبلغ طولها 26 سنتيمترا وعرضها 20 سنتيمترا معلقة لسنوات بالقرب من إناء للطهي في مطبخ العجوز الفرنسية في كومبياني شمالية العاصمة الفرنسية وتبين أنها من أعمال تشيمابوي عندما جاء متخصص من صالة مزادات لتقييم مقتنيات المرأة ولم يتبقى من أعمال تشيمابوي سوى 10 لوحات عرفت عنه ترجمة نانسي قنقر